اكتر عبادة دخل قلبك بسرعة على الله وتفتح لك أبواب حب الله هي ذكر الله اللي علمنا كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله راجل بيقول له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به فقال له النبي لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالوا نسكر ربنا كل يوم ألف مرة أقول فيها لا إله إلا الله إيش معنى لا إله إلا الله لأنها أصل الذكر كله وعشان النبي قال خير ما قلت أنا والأنبياء من قبلي لا إله إلا الله بس هو إيه معنى لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات النفي لا إله والإثبات إلا الله دا المعنى اللغوي لكن كمان في معنى عميق في لا إله إلا الله فيها دلالة على العدم لا إله لأن عند لا إله إذن كل عدم وفيها دلالة على الوجود إلا الله لأن الله منه كل الوجود كأن المعنى لا وجود إلا بالله فإنت وإنت بتقول لا إله إلا الله كأنك بتقول الكون كل عدم إلا بك يا الله كأنك بتقول لو لله لما كنا ولما كان الوجود كمان كلمة لا إله إلا الله فيها تخلية لا إله وتحلية إلا الله كل ما تقولها اعمل في قلبك تخلية من كل شهوة ومعصية واعمل في قلبك تحلية بكل ما يحبه الله التخلية والتحلية دي زي كباية كانت مش نظيفة نظفناها دي التخلية وبعدين مليناها عسل دي التحلية وكأنك بتقول مع كل مرة حقول فيها لا إله إلا الله حخلي قلبي من معصية وحمل قلبي بطاعة الله اشتركوا في القناة